رجعنا مع حضراتكو وفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة مع الناقد الكبير محمد القوسي منرحب بيك في بيتك وبيت النادي الأهلي منورنا أنا بيت كابتن هاني ومبروك لحضرتك وكل جمهير النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة يعني مكسب حلو لكن أهم حاجة في المكسب النهاردة أنه ما فيش حد أصيف في لعبة النادي الأهلي يعني ده أهم مكسب الجرن الأمح اللي كانوا بيلعبوا فيه النهاردة الغيط بتعبرنا اللي بنتلقهم كلنا على ليه الحقيقة يعني ملعب المدرسة الأعدادية اللي كنت فيها من 30 سنة كان أحسب ملعب دا حقيقة يعني كلنا لئنا حتى ويمكن من مع يعني مرسلنا فاروق صلاح وكان نقل التدريبة الأساسية على ملعب المباراة كلنا لئنا صلاح واللعيبة كمان نشتاكت حاجة مزاجعة الحقيقة يعني شكت أنه بوص على الماتش النهاردة وبتعرض في الأول ملعب لأ ده مش ملعب كرة خالص ده مش ملعب كرة خالص ده ملعب يدمر لعيبة يصيب يعني خسرك لعبة بملايين اللي زي التحاد الأفريقي بيوافع على فرق تلعب في دور الأبطال وهي ما عندهش ملعب يعني زي ما حالك بتقول لو ما عندكش ملعب تعال لعب الماتشين هنا على ملعب نوفر لك ملعب ولعب عليه لكن انت تخدني هناك في فرق ممكن لعب يصاب مستفيدش منه بقيت المسلم يعني طبعا حاجة سيئة جدا هو خلي بالك النيجر من الدول الجميلة يعني أنا سافرت مع المنتخب كذا مرة النيجر بلد بلد حلوة وشعبها على فكرة مسالم جدا بفوق رسنا ما فيش مشكلة طبعا لكن الإمكانيات محدودة شوية لكن ده دور زي ما حالك بتقول دور الاتحاد الأفريقي إنه عملية التطوير على مستوى الملاعب لازم تكون أفضل من كده انت عشان تعمل بطولة نكحة وقاليها جمهور ولها تسويه وتتشاف في كل العالم لازم تشرف على كل حاجات دي بنفسك تشرف على الملاعب وتشرف على قد اللبس وتشرف على المدرجات وتشرف على النقل التلفزيوني مهم جدا يعني لازم يعني في الدول عندها قدرات نقل التلفزيوني عالية فدي اوكي لو دول ما عندهش نقل الاتحاد الأفريقي لازم يبقى فيه شروط واشتراطات معينة يعني في بعض اللعاب اللعبة وكادش بنشوفها او ما كادش بتتعيد يعني حاجات كتيرة جدا المفروض تكون حاططها ولها أساسيات ولها أولويات موجودة عشان تقدر تعمل ده دور الأبطال حاجة عظيمة جدا يعني فالمفروض يبقى فيه يعني كل حاجة تعلي قيمته يعني عشان تعلي قيمته يعني كل حاجة يعني محسوب حسابها بمنتهى الدقة يعني فطبعا الحمد لله إن اللعبت اللعبة النهاردة خرجوا من غير الصبات الحمد لله إن كسبت النهاردة المباراة طبعا واتفاقتي في الجولة الأولى كانت فرصة كمان كبيرة جدا لتجربة عزت كبير جدا من اللعبة وأحسن إجاز الفني إن أراح بعض اللعبين الأساسيين كوار زي علم علولي يعني خاف عن النوايه صعب فريحه مثلا يعني دفع بعزت كبير جدا من الشباب اللي عنده قدر يجري في الملاعب دي فكانت فرصة كبيرة جدا شوفنا يا بي كم شوفنا كل لعبة يعني أكرم لعب كل المجموعة اللعبت بشكل جيد وشكل مميد كهرباء بدأ النهاردة المباراة ياسر إبراهيم ما كانش بيلعب لعب أنا كنت هكلمك فعلا على التشكيلة يمكن كان كل المتوقع التشكيلة هتكون هو فيه اختلاف شوية الفكرة كانت في مين هيلعب دور أفشا ودي تحلت شوية في نص الملعب لكن كمان علي معلول بنشوف محمود وحيد بيقدي بشكل جيد كمان ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم كمان كنا كلنا بنقول إن أيمن أشرف حيلعب جنب بنون لكن كمان بيد ياسر إبراهيم ودي رؤية جهاز فني بأعتقد طبعا يعني دي فرصة كنت أني بأ معاك كل اللعبة يعني جاهزة معاك تلعب بأي وقت مفيش حد يوعد بره خلاص يبرد ويتلج وحطه في التلاجة وأنا معتمد على مجموعة إلا لما تحتر المشكلة لأ ده أنت عندك المجموعة كلها موجودة جبت النهاردة ياسر إبراهيم بتلعبه فبقى عندك ثلاث مدافعين وده بيخلق نوع من المنافسة والدوافع عند الآبا اللي بينزل بيجيب شوفنا ياسر إبراهيم بيقدت إزاي النهاردة وحماسه بيلعب وباكتال شوفنا بدر بانون بيطلع وبيشارك في الهجوم وبيسدد كورة جميلة يعني حاجات جميلة وحاجات مهاجة شوفنا بيه كان بتفرج عليه بشكل جيد وشكل مركز أكرم توفيق ما شاء الله لابت بتلد فت معه بشوفنا طاهر محمد طاهر لعب برده وقده بشكل جيد شريف لا الحقيقة كانت يعني أنا شاف نهاية تجربة يعني مسمرة ومفيدة للأهل وكللت بأن الفريق خرج من غير إصابات من المباراة عليش ربنا اشترا معي الحقيقة طبيعي ولسه كنت بتكلم في الانترو كمان يعني كلنا شوفنا المباراة الخصم متواضع فنيا وده شيء طبيعي لكن المباراة مفهاش كبير وشوفنا الوداد بيتغلب من الملعب المالي النهاردة في نفس الجولة واحد سفر ويمكن المأمورية بقت صعبة شوية على واحد من كان موجود في المربع الذهبي في النسخة الماضية تمام يعني كرة القدم دايما يعني الطاقعات دايما يعني أنا ضد مساءات الطاقعات آه في فوارق بين الفرق لكن ممكن تحصل حاجات في الملعب تخليك تفاجأ بكرة القدم وده سر جمالها وحلوتها والزهول اللي بتقدمه لنا يمكن انت كنت بتكلم على ماتش فلونتينة واليوفي بزرق سفر حاجة يعني مش ممكن في نتاك كبيرة جدا بتحصل لفرق كبيرة جدا فالحذر الحذر من الماتشات اللي انت ممكن تاخدها باستهتار او تقول ان انا الماتش محسوم لو نزلت ارض الملعب وقايل ان الماتش ده محسوم بالنسبالي ولد كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا انك تغسر المبارة مش تتعازل حتى ولد كتاب فمهم جدا انك تنزل تتعامل مع اي حد بمنتهى الاحترام بمنتهى الجدية بمنتهى التقدير وعرف كل عناصره وعرف كل حاجة ومذكره كويس جدا ومركز وده اللي حسناه في الاهل يعني رغم ان الاه فارق كبير جدا انت الاهل بطل افريقيا لسه من ايام مع فرقة يعني لأول مرة نسمع عنها الحقيقة في النيجر او كرة النيجر بشكل عام يعني لكن انت بتقابله باحترام وبثقة وبتركيز وبتلعب بحماس وبتسجل هدف بس كنت خايف من اصابات وممكن في الشيط تاني كنت ممكن تجيب ثلاث او اربع اهداف صحيح فرص كتير ممكن تسجيلهم جاءت فرص كتير جدا فده مهم جدا انك انت تحترم من نفسك تلعب عليه بشكل كبير جدا لغاية ما الحقيق هدفك انا يعني فيه مقول انوان بيقولك ما فيش اي مباراة سهلة الا لبعد ما تنتهي لما تنتهي وحقيق النتيجة اللي فيه بقى مباراة كتسهلة وجميلة جدا بالنسبال وحقيق نتيجة وحقيق منها الهدف بتاع وحقيق منها النقاط اللي انا عايزها لكن مادمت المباراة ما بدأتش فانت ممكن تفاجأ وده حصل كتير جدا ياما ما قالي بكرة جدا اتعرض لها الفرق المصرية كان دي وتعرض لها منتخب مصر يا ما شفنا منتخب مصر في فرق أقل مننا بكتير جدا ضيعت علينا منتخب مصر في تصفيات أفروكيا 2012 خرجنا بسبب النيجر مثلا يعني مش النيجر تديك ثبتنا بحاجة غريبة جدا مطش اللي جابوا فيه معزر قبل المطش ده لا تشتهين بقى احد نتيجة كويسة وده اللي حصل مع النادي أهلي وبعد كده أجي هنا أعمل لانا عايزه بقى في مطش القاهرة في ملعبي في أجوائي خد بقى كمان عندك درجة حالي 38 عندك رطوبة عالية جدا صحيح واخبالك عندك رايح وخيف ومرعوب من كورونا ومش كورونا وحاجات صعبة جدا يعني فطبعا كون الاهل يحقق هذه النتيجة فيها هذه الأجواء أنا شايف ان هي نتيجة طيبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي طبعا بنبارك للعيبة لكن كمان هاخد من كلامك أنه كمان على المستوى على مستوى الإدارة الفنية يعني ده أعتقد تاني ماتش بعد غز المحلة ما كانش متواجد موسيماني في الملعب لكن حسينا وعيشنا هذا التفاهم الكامل ما بين عضاء الجهاز الفني إذا كان كيفين جونسون إذا كان كابتن سامي أمصان من خلال كلامه متواصل موسيماني معهم على طول الخط ده بيدل أنه فيه تيمورك شغال يعني فيه فرق كتير مما بيغيب عنها المدير الفني بتحس أن لا ممكن الأداء يتغير شوية لكن إحنا شايفين خلال حتى الماتشيني اللي فاتوا أنه بيشتغلوا تيمورك والروح حلوة جدا من خلال الإدارة الفنية المؤسسات الكبيرة بتشتغل كده وأعظم حاجة يعني لو فيه مديره عنده إدارة أن الإدارة دي تشتغل بنفس الكفاءة بنفس المستوى في وجوده أو في غير وجوده ده اللي هو النجاح أنا كمدير فني سواءك موجود أو مش موجود لو بره الفرقة الخاصة بيتها تشتغل بنفس الفكر لأنه بيشتغل بشكل جماعي بشكل منظم زارع فكرة كله بيشتغل عليها فسواء هو موجود هتتنافذ مش موجود هتتنافذ كلام منتهي يعني فده ده مسلمان احنا شايفين مسلمان اللي موجود جوه الملعب حتى وهو قعد هنا في القيارة صحيح موجود موجود بفكره موجود في التشكيل موجود في أداء اللاعبين موجود في التعليمات فده نجاح كبير جدا جدا للمدير الفني أن الفرقة تؤدي بنفس الشكل وبنفس المستوى دون شعور بعدم موجوده في الملعب نجاح لكل الجهازة كمان احنا نتكلم على المدرب يعني حلينا نتكلم عن مدرب مساعد ومدرب عامل الحاجات دي مش موجودة في أوروبا نتكلم على التيمورك كوتشنج مستف بالزبط يعني نين المدربين كابتن سامي وكيفين جونسون ده دليل عنهما كلهم في بوتاقة واحدة وفكر واحد ورؤية واحد شوفنا ده في المطش اللي تلعب هنا في القاهرة ومطش المحلة الأهل يأدى بشكل قوي شكل مميل يعني في بعض الفرق لما المدرب بيضطرد ويقعد في المدرجات الناس بتتقامد دايق أو علانة وهيدر المباراة ازاي ومشاهديرها ازاي وماسك تليفون فوق وتليفون تحت ويقعد تنظم كون انك انت في دولة تانية وبتلعب بنفس الأداء وبنفس الشكل فده دليل على نجاح للجهاز الفني للنادي الأهل صحيح وكمان لازم كمان نشكر السفارة المصرية بصراحة يعني السفارة المصرية وسيادة السفير ميكي كان متابع بشكل أكتر مرة وشوفناها حتى في المباراة من بداية مش حتى من بداية وصول البعثة من قبل وصول البعثة والتعاون الكبير مع كابتن سيد عبد الحفيز في الاستقبال البعثة في الإقامة فندوق الإقامة اللي كان يبعد حوالي خمس ست دايق عن ملعب المباراة كل ده كمان وانت عارف ويمكن حضرك عشت الأجواء الدي طبعا سفرنا كتير بنسفر أفريقيا كتير وبنواجه مشكلات لكن دايما طبعا يعني دايما لما بروح للسفارة المصرية هناك بتحس انك انت يعني السفارة ما تحسسكش انك انت سبت مصر لان الحقيقة بيزلولك كل العقبات هم عادين هناك وعايشين فعارفين كل كبيرة وصغيرة في البداية انت موجود فيها فبيريحوك في كل حاجة بيوفرك الملعب بيوفرك السيارات بيوفروا لك أي حاجة انت عايزها بتم توفرها فاعتقد ان طبعا ده يعني واجب وبنشكرهم طبعا على تأديتهم لهذا الواجب الكبير وقفهم مع الفريح حتى حقا النتيجة يعني فحاجة مختلفة ومن خلال اللي احنا كمان بنشوفه باللقطة اللي احنا شايفينها دي كمان لازم الملعب طبعا سيء جدا لا يصلح لكن كمان على النواحي البدنية للنادي الاهلي وشوفنا اللقطة دية في ظل درجة حرارة 37 مع رطوبة عالية لكن كمان ما شاء الله يعني النادي الاهلي ولعبته على مستوى بدني عالي يعني دايما المتشاط دي بتديك احاق ان انت واقف على رجلك ولا لا ودي طبعا من احد الفرص اللي ضيع فكمان المستوى البدني وفي مدرب احمال كمان على مستوى عالي في النادي الاهلي اه لا طبعا دي حاجة مميزة جدا ملاحظينها في المباريات وانا كنت بتلعب دايما دايما حتى لما مدام زدت في الشوت التاني اكيد البدني بتاعك عالي دي قضية منتهي يعني مزبور لانك عندك المخزون البدني بتاعك لو البدني بتاعك عال بتستهلك معظم الجزء اللي عندك في الشوت الاول فبتنزل في الشوت التاني مش اادر مش ادادر بتعمل كرة بتاعت بدري بنون طبعا في العرضة وفرصة من يعني جات فرص طبعا شهدت تاني فرص كتير كان ممكن فيه فرق كبير جدا طبعا في القضاءات وفي الامكانات بين الفرقتين يعني انا شاف ان هي تجربة مسمرة بالنسبة للنادي الاهلي بكل المقييس يعني طبعا كان فوز مهم جدا وخاصة ان النادي الاهلي راجع على خلاص يوم الاثنين كان معاد مباراة نادي الزمالك هاللعب هاللعب الاتحاد السكنداري وايضا مباراة صعبة انت عارف برضو مباراة النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكنداري يمكن من ربارات الصعبة لمباريات كمان اللي بتحب تتفرج عليها رؤيتك ايه لعودة النادي الاهلي للدوري وتأجيل مباراة نادي الزمالك يعني بداية تأجيل مباراة القمة يعني أنا من وجهة نظر ان كان متوقع يعني متوقع على الخبر ده من مبارح ومنتظره ما هم من القرار التخذ وتأجلت المباراة وقبلها التأجيل بارتياح في كل الأطراف يعني. لكن فكرة كابتن أن مباراة أهل والزمالك يعني ده ما يتحول لمأزق بالنسبة لنا يعني. مات أنا تخلص من هذا المأزق يعني. مصرحية. الثقافة تتغير الفكرة تتغير الرؤية تتغير الحالة تتغير. كنت بتتخلص من ده لما كان الحاج عامر حسين رئيس للجنة المسابقات كان دايما بيعمل أرعى موجهة ويخلي الأهل والزمالك في آخر الدور الأول وفي آخر الدوري. في آخر الدور الأول حتى لو تأجلت مش يعمل لك مشكلة ولا هيعمل لك فركاشة في المسابق وفي آخر الدوري لو حصلت أي مشكلة برضو مش يعمل لك أي أزمة يعني. البعض بيخاف يقول لك إيه أصلي ممكن أهل والزمالك يظلوا متنفسين فتبقى المباراة الأخيرة قتالية يعني مش تبقى قتالية ولا حاجة. فيش حالة اسمها القتالية يعني مباراة ثلاث نقط زيها زي ايه مباراة. بالزبط يعني فكان لازم يعني بقى لنا سنتين بنلعب بقرع بنشتغل على قرع غير موجهة سواء لاجنة المسابقات المواضية أو السنة درا ما حطها في الأسبوع الرابع. وكانت النتيجة إن السنة اللي عدت الدوري تأجل خمسين يوم تقريبا بسبب مباراة شئال والزمالك لما حصلت مشكلة والقصة اللي احنا كله عارفينها وما تلعبتش برضو الدور الأول وتأجل. ودي السنة دي تحطت في الأسبوع الرابع جابتها الأورع في الأسبوع الرابع وتأجلت برضو. إذن يعني مسألة إن تبع الأورع موجهة أنا من وجهة نظري خلاص خلي الأهل والزمالك. شايفة أفضل يعني. البعض يا كابتن بيقولك يا عمي ما في العالم كله بص أنا من وجهة نظر يا كابتن إن الأهلي والزمالك يعني متغلغلين ومتوغلين في الثقافة المصرية وفي الموروث الراتمي وبيأثروا على الشخصين المصرية والمزاج المصري وكام ده كلنا عارفينه. حنقول وما نقولش بس ده موجود. بقى موجود موجود يعني. فصحب جدا صحب جدا إنك مباراة صحب جدا قالوا زاكي يلتقوا خلال أسبوعين أو أسبوع في ماتشاط كتيرة جدا بالشكل ده. فمحتاجين هذا التباعد إن يلعبوا في نهاية الموسم ونهاية الدور الأول. أعتقد إن ده لو حصل كان رياحنا وريح الدينية كله. وكانت الدينية زمانها ماشية دلوقتي ما فيش أي مشكلة خاصة بالنسبة لنا يعني. طيب اه اتفضل. لكن انت أجيل أنا شافه إن خلاص احنا كله مرتضي بيه وبتاع واعتقد إن هي هتروح برضو لآخر الدور الأول وآخر الدور التاني. زي ما. لأن برضو مش هتلعب في آخر الدور الأول. لأن بستحيلها هنتهي الدور الأول قبل ما تلعمتش يا روز زمالك. فأنت هتلعبه. في الغالب في نهاية الدور الأول. فهل هتلعبه في نهاية الدور الأول وتجي بعد ثلاثة أسابيع تلعمتش. أعتقد التاني ممكن يتأجل برضو. بالتبعية لو أجلت ده لنهاية الدور الأول. هتأجل التاني. مش هيبقى بعديها بتلت أسابيع. لكن عمتا عمتا يعني هو قرار طلعه. الجماعة بيحترمه بشكل أو باخر. يعني الأهل الزمالك حتى بعض الناس بتقولك أصل كان فيه فيروس كورونا. حتى على مستوى اللاعبين. لا يعني كل كل. لا طبعا محمود علاء ربنا يشفيه. وكان موجود كمان يعني أحد اللاعبه طريق حامد ربنا يشفيه معنا. في طريق حامد ومحمود علاء. خليل دي نقطة مختلفة. كان عمر السولية. عمر السولية وقفشة. يعني أنا شاف أن هي مفيدة بالنسبة للطرفين. يعني خلينا نخص بقى في المانشات الآن هيرجع على ماتش الاتحاد. وده ماتش قوي جدا وصعب جدا. وأنا شاف أن ما قيلش على ماتش الزمال. لأن شفنا لسه برضو الأهل والاتحاد كانوا متقابلين في الكاس. وكانت مواجهة صعبة جدا في نصف نهاية الكاس. ومواجهة قوية جدا. ودائما مواجهات كابتن حسام حسن يعني دائما بيعمل نوع من الحماس الكبير جدا عند اللاعبة بتاعته في ماتشاته. خصوصا في مواجهة الأهل في مواجهة الفرق الكبيرة تحديدا يعني. لأن ده مباراة الناس كلها بتشوفها يعني. نضبوط. فانا شاف أنها مباراة مش هتكون سهلة على الإطلاق. يعني محتاجها إعداد الأهل بشكل كبير جدا. بلاهل راجع لسه طبعا وراجع من رحلة مجيدة. محتاج تجهيز اللاعبين. وفي غيابات عندك أكيد مش هيلحق بالمباراة. يعني أفشا مش هيلحق. عمر السلية مش هيلحق. فهتظل عندك برضو مشكلة اللاعب رقم عشرة موجودة في الماتش اللي جاي. وده ماتش مهم جدا بالنسبة لك. أعتقد أن نهار دا كانت فرصة كويسة يعني. ممكن طاهر تحرك فيها بشكل ما. لكن الأمور أعتقد تختلف في المباراة اللي جاي. دي بغير نادل التحاد السكنداري. طبعا الدنيا تختلف تماما. يعني التحاد السكنداري من فرقة قوية وفرقة مميزة. يعني ممكن بدأ عمل بداية قوية جدا مع بيرامدر في الدوري. وقدر يكتب وعمل نتيجة كويسة. يعني ماشي بشكل جيد وشكل مميز. ودائما في المباراة الكبيرة بتلاقيهم موجودين يعني. فشايف إنها مباراة. لن تكون سهل بأي شكل مع إشكال. بل مباراة صعبة جدا. أعتقد الأهل برضو محتاج يركز فيها بشكل كبير. ويستجمع كل قوة. وكل لعابته الحقيقة. ووضح دلوقتي يا كابتن إن كل ما كان إن الفرقة الكبيرة اللي بتنفس على البطولة تكون عندك لعبة كتير جدا في كل ماركة. وبالنسبة للعابة الكتيرة. ويمكن كمان قرار اللجنة السلسية بالاتحاد الكورة. وكمان مشوار النادي الأهل إن شاء الله في البطولة. وبعض قرارات الخاصة باللجنة السلسية التي تحكم كورة القدم النهاردة في مصر وقراراتها. حناقش ده مع حضرتك. لكن بعد هذا الفصل. برحب حضرتكم مرة تانية. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم مع النقد الكبير محمد الأوسي على اللجنة السلسية. السلسية. وبنتكلم على بعض البنود اللي يمكن أعلنتها اللجنة الخماسية. تفيد الكورة المصرية في الوقت الحالي. تمام. بدأتا دعني وهني صديقي أحمد مجاهد. وبطوفية ربنا من الشخصيات. أنا بسق في رؤيتها الحقيقة. يعني. وعرف كل كبيرة وصغيرة. عنده خبرات كبيرة جدا. عنده خبرات كبيرة جدا. عنده خبرات محلية وخلات قرية. على الطالب بالتحاد الأفريقي. يعني الحقيقة من الكوادر المهمة جدا. أنا أعتقد أن خلال فترة قليلة حيكون لي بصمة. يعني مهما قلة هذه. لكن في قرارات مهمة جاية خلال الأيام القرية القادمة. حتكون في مصلحة الكورة المصرية. لأن الدماغه حلوة الحقيقة. وأنا بسق في قدرته على هذا. وحد فين ونضيف. يعني. إن شاء الله موفق بإذن الله. العملية رفع القوائم خمس لعبين من تلاتين لخمسة لتلاتين. أنا شاف أن ده نهج موجود. يعني. لو بسطت في بطولة أفريقيا منتخب الشباب اللي كانوا نشارك فيها. كانت القيمة عشرين. حلوة أفريقيا رفعها لتلاتين. وطبعاً إحنا ما استفدناش. لأننا حتى التلاتين ودنامونا تمانية وعشرين. ودفعنا التمن غالي لحالة الفوضى. ودي ما هزالها طبعاً لها وقتها. القيمة في دور الأبطال كانت تلاتين. بقيت أربعين. أربعين مزبوط. مزود عشر. فطبيعي جداً إذا كنت تزود ده علشان أي إصابات بكورونا. ما تأثرش عليك. ولو أصيب عندك خمسة عشر. يعني في دور الأبطال لغاية ستة وعشرين إصابة تقدر تلعب ماتش. لأن عندك بقيت القيمة. أو عندك حتى حالو خمسة وعشرين واحد. فبالضبط الخامسة دول حيكونوا إضافة كبيرة جداً للفرقة الكبيرة. خصوصاً للفرقة اللي بتلعب في كازاب طولة. في كازاب طولة. يعني عندك الناد لأهلي. عندك الزمالك. عندك بيرامز. عندك المولين العرب. عندك الناد الإسماعيلي في البطولة العربية. داخل عليها قريباً. غير بقيت الفرقة برضو مهم جداً بالنسبة لنا تضيف. يعني البعض يقول لك طب احنا مش هيداً نجيب. خلاص يا عم حدك مش هتجيب. ما فيش مشكلة يعني. بس انت لو عايز تضيف الباب مفتوح قدامك. ما عندك مشكلة خالص. أعتقد أن هي حتكون قوة داعمة للفريق. فيها هذه الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها. وكمان أعتقد كمان القرار كان مناسب جداً لتمديد القيد. تمديد القيد حضراج عارف أنه كان في أول يناير. ودلوقتي كمان مد القيد لي مع نهاية يناير الـ 31 يناير. دا كمان مهم جداً وبيواكب كمان فترة الانتقالات على مستوى العالم. دا مهم جداً. المسخير العالمي بيبقى لغاية 31 يناير. مهم جداً لأن عشان يتتسق داعمة على القيد الأفريقي كمان. شعير. وتقدر اللعابة اللي عندك في القامة المحلية أو لو جبت صفقات جديدة. تقدر تستفيد منها وتسجلها هناك يعني. لأنها خلاص بقيت ماشي في سيستم علام. سواء على المستوى المحلي مع المستوى القرم مع المستوى العالمي. فمهم جداً دا يبقى موجود. وأعتقد أن التعديل دا تم بسرعة وتم سريعاً. لأن أحمد مجاد يدرك ماذا أهمية هذا التعديل وكويس جداً أنه حصل يعني. وكله هيتفيد منه وكله هيتفيد بيه يعني. الحاجات الجميع الثانية عم نقول لها فتح الإعارات. يعني الأول كانت نكتوير خمس لعبين. يعني عندك مثلاً عشر لعبين نكتوير خمسة. بقيت سيبهم فري بقى خلاص ما لكش دعا بيهم أيام كان. فبالتالي أنت بتختر لعيبة يعني. يعني. فإدى الفرصة إن الفرق إن بيعندك لعيبة تستفيد منها. والفرق الأخرى اللي ما يحتاج اللعبين بتستفيد. والفرق اللي بحتاج الأخرى تاخد منها. وأعتقد إن الخمسة دولة حيفتحوا مجال كبير جداً اللي عادت كبير جداً من اللعيبة نشوفهم ويظهروا ويلعبوا. بدل ما أنت بتعاني. طيب ما شفنا برضو المقاولين لما أصيب بأنه 11 لعب في مباراة أمام النجم الساحلي. أعتقد إن لو ما كانش عنده القيمة في 40 ما كانش هيعرف يستفيد من هذا المشكلة يعني. فطبعاً كلها قرارات بالتصابف مصلحة الأندية اللي هي بالتصابف مصلحة الكرة المصرية وبتفيدنا على المستوى المحل وعن المستوى القرية. ده ياخدنا وكانت مفاجأة بالنسبة لك القرار الفيفا بالاستغناء عن اللجنة الخماسية وتعيين لجنة سلاسية جديدة ولا كان الأمور واضحة لتأخير يمكن اللجنة الخماسية في وضع لائحة النظام الأساسي وإرسالها للفيفا؟ بصاً بالنسبة لك أبتنيني القرار ما كانش مفاجئ. لأن أنا كنت أفكر أو حصل مع المعامات اللي عندي قدامنا طريقين. إما أن اللجنة دي تنفذ المطلوب منها وينتهي دورها وتمشي أو يعني هيجي لها قرار من بره يفرد عليها. وخاصة كان فيه كذا انذار. ما أقول لك انذار كتير جدا. خلصوا خلصوا خلصوا. انذار كتير جدا قبل كده كنا هنا أن اللجنة دي كانت جالي مهمة محددة. الليحة أساسي وعمل انتخابات. احنا لا ننكر أنها عملت فارة عملت حاجات رجعت الدور في زمان كورونا. كل ده جميل جدا. بس أنت الفيفا أصلا الفيفا لا يقبل مبدأ التعييد. فعايز اللجنة عايز مجلس دارة منتخب. وإحنا عايزين مجلس دارة منتخب. الحقيقة يعني. طب انت بتعرقل الطريق لعودة مجلس منتخب ليه. ما حدش يعرف. وجدت لنظرات كتيرة جدا. يعني مثلا موضوع الليحة بعد ما اتعاملت. كان يلو قدامك عشر تيام. وراح موديله من الليحة بعدها 16 يوم. مش عارف الانتخابات تتعامل لكذا أكتر من مرة. وبتمدد لهم أكتر من مرة. فكاد عملية غير. موضوع الانتخابات برضا أستاذ محمود. موضوع محير جدا دلوقتي خلاص. يعني كمان فيه قرار من الفيفا. لو ما كانش الانتخابات هتجرى قبل نهاية يناير. يعني لغاية 31 يناير. يعني لازم يكون فيه انتخابات. وفيه مجلس إدارة معين. مش معين منتخب من قبل الجماعية العمومية. بصوا كابتن يا مشكلة دايرة في إطار. يعني الخلاف بين القانون المصري. قانون الرياضة المصري. وبين ما يريد الفيفا أن يحققه. قانون الرياضة المصري ليش تراطات معينة. بيقولين الجماعات العمومية من شهر السابعة. 31 أكتوبر. لغاية 31 أكتوبر. بعد كده ما فيش جماعيات. وكانت الفرصة متاحة لللجنة الخماسية. نتخرجنا من هذا المأزق. وتعمل دا. وده أول حاجة مع ما داشت لجنة الخماسية. وأخطأت فيها خطأ كبيرا. وتكسلت وتراخت بشكل كبير جدا. في تنفيذ هذا المطلع. هم اللي وصلونا للمأزق اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وأجبروا الفيفا أن يتم الإطاحة بيهم. وتجي لجنة جديدة عشان تحقق أهدافه. فاللجنة اللي جاية جديدة. تقريبا لمدتها حوالي 40-50 يوم. هدفها الأساسي. هتاخد اللايحة اللي جاية. وتدعو الانتخابات وتعمل الانتخابات. طب ده بيتعرض مع القانون المصري. طب هنأعمل للومبية. مع القانون المصري واللجنة اللي بتتكلم فيه. اللي بتتكلم فيه المهندس الشيطان محطب. ومعالي وزير الرياضة. وكل الشخصيات المحترمة اللي موجودة في الرياضة المصرية. لكن الآن. يعني فيه مفاوضات كبيرة جدا. بين المهندس أحمد ميجاهد. رئيس اللجنة السلسية. واللي جاي من قبل الفيفا. وبين معالي وزير الرياضة. وبين رئيس اللجنة الولمبية. واعتقد يمكن الدكتور حسن مصطفى كمان ليه دور في الموضوع. لأن ما لم يتم تحقيق الهدف. ربما نتعرض لأزمة كبيرة جدا. سهل جدا. يصدق قرار بإقافك. وفي الحالة دي. طيب لو إقافك يحصل إيه؟ مش هتلعب في دور الأبطال والأولاد الفدرالية. اللي أهل مش هلعب في كاس العالم للأمدية. هتوقف منتخبك من كل حاجة. هتبقى كوارث على الكرة المصرية. نتمنى إن شاء الله إن ده ما يحصلش بأي شكل من الأشكال يعني. أنا أعتقد إن إذا قدروا يتوصلوا الاتفاق مع الفيفا. وأعتقد إن ده صعب. إن الفيفا عنده إصرار هذه المرة على إجراء الانتخابات. فبنسبة كبيرة جدا. ما هو الفيفا خلاص قال لك واحد وتبقيني. يا يا كبتب بنسبة كبيرة جدا فيه انتخابات. انتخابات ولازم لعشان يبقى فيه انتخابات على الأقل خلال لو نتكلم في أسبوع أو عشر تيام من دلوقتي بيبقى فيه دعوة. لا 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 هيتم الإعلم عن الموضوع ده خلال أيام قليلة إن شاء الله. بالاتفاق طبعا يا مش عملية لو يدريها ولا عملية حاجة. يعني أولا الدولة المصرية لن تقبل بأي ضرر للكرة في مصر. وده اللي قاله يمكن دكتور أشرف صحيح. أه يعني الدولة المصرية لن تقبل بأي ضرر للكرة في مصر. أيا كانت الأمور. وحتنتهي القصة ويجي مجلس إدارة منتخابة ولا يتولى الأمور حتى لو هيقعد لغاية الدورة المهمية. وبعد كده يعمل الانتخابات الثانية. خلاص هم صمموا على هذا الأمر وأصروا على هذا الأمر. فإن شاء الله يعني نخرج من هذا المزق ولا تتعرض الرياضة المصرية لعملية إيقاف أو تجميد لأننا مخبلين على أحداث رياضية مهمة. لو جيت لحضرتك ونسبة لأحداث شوية والانتخابات تمت وتم تعيين أو انتخاب مجلس إدارة يدير القرى المصرية بشكل رسمي. أنت تتمنى أول تلات قرارات ممكن يقوم بها الاتحاد إيه من خلال رؤيتك أنتك. أو تتمنها يعني أول ما خلاص بكرة عندنا اتحاد مصري أو اتحاد يدير القرى المصرية. تتمنى أول تلات قرارات يطلحهم إيه؟ واحد انتظام جدوى المسابات الدولة المونتز. تطبع مستحيل. مش هتحق. اتنين عودة الجباهير. مرد صعوة. يعني عودة الجباهير دي يعني دي مختلفة. تلاتة يعني عودة الانضباط إلى الملعب المصرية بقوانين ولوائح مغلزة ومشددة تطبق على الكبير قبل الصغير. وتفرض الاحترام في المدرجات وفي الملعب وعلى المسؤولين. تلات قرارات يعني أنا أتفق معك فيهم بالإضافة طبعا لربطة الانضباط المحترفة. طبعا ده أساسي. ده الانضباط الانضباط تطلع بها المونتزل حتى مجاهد القرار. ده أكيد حتى تشك. ده خلال ده أعتقد أن المجلس الجاي هيجي لها مشكلة. ودي خطة مهمة جدا. هيجي لها مشكلة. ولا هيبقى الموضوع يعني هيبقى فيه مجلس منتخب والمجلس منتخب ده بيدعو أن يكون فيه ربطة انضباط محترفة. المونتزل حتى مجاهد دعا لهذا الانضباط وطلع قرار بهذا الانضباط لأنه كمان اللاجئة المسابقات الآن لا تدار بيديرها الموظفين موجودين في هذه المسابقات. آآ طبعا بعد استقالة المازل مرزوق. فمهم جدا أن يتم تشكيل الرابطة ويعلن عن تشكيلها وطلع انتخابها وتيجي الرابطة اللي هي بتمثل الانضباط ودي اللي حتدير المسابقة بالكامل. ده اللي حتدير المسابقة بالكامل حتدير المسابقة من كل الاتجاهات الحقوق والبس والمباريات والمسابقات والحكام كل ده حيدار. وأعتقد أن احنا المهم جدا أن احنا نشوف النماذج العالمية اللي موجودة حولينا في العالم كله ونستقي منها ما يناسبنا. علشان احنا من قدش نقلف ونعمل حاجات مش موجودة وتبقى حاجات يعني ما لهاش اساس في الكرة العالمية. فعندك رابط كتير جدا في العالم وعمل راجحات كبيرة جدا وحد يتهم الربطة بالتحيز للأهلي ولا التحيز للزمالك ولا التحيز للفرق التانية ولا الأقليم ولا الشركات. والنظم بقى عملية البس الفضائي والفلوس يعني دي كمان دخلها في عملية اقتصادية كبيرة. ناس انت بتبيع في أملاكك. بالضبط. فاعتقد أن ناس تشغل بشكل جيد وشكل كويس بس المهم أن الشخصات يتبقى موجودة تبقى على نفس المستوى الاحتراف وعندها فكرة وعندها رؤية ويبقى ليها رئيس برضو له قدرات كبيرة جدا في التسويق وفي الإدارة ده مهم جدا. أعتقد أن دي هتبقى نقلة كبيرة جدا للكرة القدم المصري المفروض تحتاج حاجات كترة جدا بي تسويق شعار بتاعك اللي احنا برضو ما بيشوفناهوش غير دلوقت ولا شفناه أي جديد فيها. وفين على المفروض تشعار ده مش على كل التشيرتات اللعيبة في الدورة المصري؟ وانت بتشوف حتى في المباريات ما بش موجود واخباك كرة القدم كفين كرة الدورة المصري اللي علانها على السلبات؟ الكرة يبقى عابو بيها سهنا كابتن كرة قديمة من اللي بتاعت المسلم اللي فات تقريبا غير واضحة المعالم يعني. فانت علنت عن حاجات ما بتنفذهاش يعني ده دليل انك بتشغل بنظام غير مؤسس. صح. فلما تشغل المنظام مؤسسة وبعندك ربطة يعني عندك حاجات والشركات العالمية اللي انت مرتوط معها بتنفذ التزاماتها معاك. واي حد بيجي بمجرد ان بيشرف على تنفيذة زي الالتزامات يعني. ففيه حاجات كثيرة جدا محتاجة ضبط ومحتاجة ربط ومحتاجة ان احنا نشتغل عليها بشكل كويس جدا عشان نحلي من قيمة المسابقة. لا سياب. وان انا شايف ان الدور السنة دي من دوريات القوية جدا والموائزة جدا يا كابتن ياني. يعني انا شامل فيه طبعا مع الفرق الكبير جدا يعني الدوري الانجليزي لكنها مش بعيد طبعا. بس مفيش ماتش مضمون عندك دلوقتي. صحيح. فريق اسوان اللي متقدم ماتشين وكذبان ستة نقاط بيخسر ثلاثة صفر من الناد المصري. فريق المقصة اللي خسرنا برضو ماتشين برضو بيكسب الماتش الأخير. مقولين الرابع الدوري السنة اللي فاتت. مقولين اللي كانك بادي بداية مش قد كده يعني. فحنشوف صعوبات كبيرة جدا. اقصد بكلمة صعوبات صعوبات فنية للفرق الكبيرة. حنواجه منافسات. الحقيقة انا بشوف ماتش باستمتع بالماتش. لا الماتشات مميزة على المستوى الفني بنستمتع بالدور المصري. يعني على المستوى الفني صحيح. يعني متفرج على الاهدف شوف بفرقة البنك الاهلي. بتكسب بتلاتة. تلاتة سفر الانتاج الحربي. لو جوان وحد بيجيب جوان من بره. وفي ظهرت انك تسدت من بره وتجيب جوان بقت موجودة كتير جدا عندك. الاداء الفني اللي اللاعبين الجهد الكبير المبزول. انا شاف ان مسابة الدولة الاستنادي. يعني ربما لم نراها من سنوات بعيدة الحقيقة. يحتاج اللي حضرتك بتقول علي. يكون في رابطة تدير هذا الدور بشكل احترافي. وبشكل تسويقي. بنعمل ونعلق قيمة الدورة المصري بشكل كبير. والنقطة التانية اللي برضو تسمح لي ان نقشك فيها. ان خلاص ماشي الدورة هيكون عنده رابطة. لكن كمان نيجي للنقطة الاهم. ان التحاد الكورة هيبقى هو المسؤول الاول والاخير على المنتخبات المصرية. والمنتخبات المصرية لازم هنتكلم على منتخب الكابت الربيع. لغاية دلوقتي زي ما بقولك الحالة دبابية مش عارفين مين السبب. لكن لما يكون في رابطة مسؤولة عن الدورة المصري وعن تسويقها. ويكون التحاد الكورة هو المسؤول على المنتخبات. اظنني ده كمان في المستقبل حيحل لنا مشاكل كتير جدا. ده مهم جدا طبعا. هو نوع من التكامل بقى. لان الاندية هي اللي بتعمل المنتخبات. ففيه تواصل وتكامل بين الجزئين. سواء اتحاد الكورة او الرابطة. انك تقدر تتفرغ للمنتخبات بتاعتك. بتجهزه بشكل كويس جدا. بتعمله معسكات بشكل كويس. بتعمل حاجات كتيرة جدا. بتفرغ لرعايات. لحقوق لملابس. لحاجات كتيرة جدا بتقدر تعملها. اعتقد ده حيديك ميزة. انك يعني تطور من مشتوى الكورة المصرية. بشكل كبير جدا. فمهم جدا ان احنا نشتغل على داخل المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اتمنى. يعني برضه فتحت ملف منتخب الكارتن الشباب. كابتر ربيع عسين. طبعا يعني صدمة كبيرة جدا في هذا المنتخب. او حزن. حزن كبير جدا على هذا المنتخب. على الولاد. على الولاد اللي تحطم حلمهم. يعني الولاد دولا بقالهم ثلاث سنين بيتم تجزن منتخب. عشان يلعب التصفيات دي. ومنها يروح لكاس المهم الأفريقية في مروتانيا. ومنها يروح لكاس العالم بعد كده. ومنها يبدأ تطور به لأربعة وعشرين العام الأولومبية. ده حاجات كتيرة جدا لأهل دي. يعني اعتقد حيديك لعب ومدرب. واتعاملت مع الأجيال دي. وخصصا سن الأولومب الصغير ده. قد يبقى عندهم طموح. لان ده مستقبلهم. ده اللي بيحط رجلهم على الطريق ان يبقى لعب دولي طول عمره. لغاية ما هيبدأ عنده 23 سنة. وهي دي الفكرة ان انت بتستلم من جيل لجيل. يعني ما استلمت جيل مثلا من. يعني جيل كابتن ديا كان راحه كاس العالم. فما استلمت منه وخدت أفضل عناصر. وكملت به منتخب الأولومبي اللي هو كان منتخب الشباب اللي لعب في 2009. فهي عملية ترابط كبير جدا بين المنتخبات. في حلقة قسرت للأسر. فالجيل ده من وجهة نظر الكسر. الكسر. في ظروف خارج إرادتنا لكن في قصور حصل. في قصور حصل. قصور جامد جدا حصل. احنا هنا مش هنحمل حد. ولا هنحمل حد مسئولية. لكن منتظرين لجنة تقص الحقق. اللي شكلتها اللجنة السلسية برقسة نواندي صحبة مجاد. كي تكشف لنا عن اللي حصل في تونس. وعملية السفر المبكر. وعملية عدم الانضباط هناك. وحاجات كثيرة جدا. اللجنة هي اللي هتقول لنا ده. ومن أخطأ. لا بد أن تكون عليها عقوبة. وعقوبة واضحة. يعني لا يعفى منها أحد ترك اتحاد الكورو. ولا يعفى منها جهاز فني. حتى لو مش يشتغل أو استقال أو قيل أو أيها نكات الأمور. يعني مش معنى إن أنا أبقى. والكابتر ربيع ياسين قال إنه هيطلع خلال الأيام اللي جاي. ننتظرين الكابتر ربيع ياسين. نتمنى إن الكابتر ربيع ياسين يطلع ويوضح لنا. ويقول لنا إيه السبب اللي حصل ده. هو قال أنا هكشف المستور في هذا الأمر. صحيح. إذا كشفنا المستور ده يبقى شيء مهم جدا. بس حتى الآن الكابتر ربيع ياسين لم يذهب إلى التحقيق المفروض يتقام. لك أنا عندي معلومات إنه قريبا سيستدعى رسميا إنه يروح يتحقق. بس برضو أنا عندي تحفز على كلمة تحقيق. لأن كلمة تحقيق في مجملة إنه قريدي أنت يعني يعني. استمع لأقواله يا كابتر ربيع. حلنا نكلم رؤية الكابتر ربيع يقدم تقريره. لأنه موضوع يعني. طب بطا كابتر ربيع حتى اللحظة اللي أنا ما أحدك فيها. قال لا رئيس البعث أقدم تقريره. ما كانش في رئيس بعثة. ولا رئيس البعثة اللي لوحق بعدين. طب ما دي مشكلة. يعني إن البعثة تسافر من غير رئيس ده مشكلة. وليه دور في الموضوع ده. إن البعثة تسافر من غير طبيب. في الأيام الصعبة اللي إحنا عايشينها دي. دي مشكلة. إن المدير الفني كمان ما زال كابتر ربيع لم يقدم تقريره يعني. للجميع كل التقدير والاحتراف. طيب. لكن مصر فوقنا كلنا. ولا بد أن نتحقق في الموضوع ونعرف. هل كان في أسباب قصور قدت إلى ده؟ ولا إحنا المنتخب الوحيد اللي كورونا اخترتنا من بين الخمس منتخبات. كان في حالة وحيدة بس في تونس. يعني الكورونا لفت على مصر من ثابت الخمس من ثابت تونس والجزائر والمغرب. وليبيا. وراحت لسبعتاشر لعبة من مصر. ليه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. إن شاء الله نعرفه الأيام اللي جاية. ودايما لقائك ممتع. ودايما بنستفيد منك يا أستاذ محمد. وإن شاء الله على اللقاءات قادمة قريب جدا في البيت الكبير إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت نهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير بعد الفاصل الكابتن الكبير خالد جدل.